فيديو النهاردة ان شاء الله هنقدم فيه طبق كده بالفواكه بطريقة سهلة جدا وبسيطة من غير اي تعقيدات خالص في التقطية الفكة هنا بقى المتوفرة معايا في الموسم الفراولة والبرتقان والموز نشوف بقى كده عملنا ازاي كده مع بعض اول حاجة كده بجيب عندي برطقانة بعد كده بقى هقسمها عندي كده مصين بعد كده بقى بجيب عندي معلقة دي كده اسرع الطريقة تقطع بيها البرتقانة من غير ما تغدر معاكي اي حاجة خالص بامشي كده معايا الاول واحدة واحدة بالشكل ده كده بعد كده بقى بامشي معايا كده واحدة واحدة خالص بنزل لتحت هتلاقيها ترعت معاكي بكل سهولة اضغط باقي كده تطلع معاكي كده بالمعلقة بالشكل ده كده هعمل النص التاني برضو همشي كده مع الحروف بتاعتها تستخدمها عندك بقى لو بتعملها عندك عصير تخليها كده بالطرقة دي سرعة جدا نهي انطلعت معاكي كده بكل سهولة بعد كده بقى هقطعها عندي كده مكعبات صغيرة للتقديم او لو بتعملها عندك فروط صلاة تقطعها برضو بنفس الطريقة بعد كده بقى بجيب كده عندي القشرة اللي انا هقدم فيها وقطعها كده بالشكل ده واجي برضو على الجزء ده وهاخد برضو الجزء التاني اللي قدامه عشان يبقى كله بسوها واحد معايا بعد كده بقى هعدع لهم تاني هكبر كده المساحة بتاعتي بتاع التقطيع اهم حاجة ان السكينة اللي انت بتقطع بيها لازم تكون معاكي صغيرة كده بتكون برضو في نفس الوقت حمية بتا كده بقى شكلها بعد كده بقى هجيب عندي كده البرتقون وهقطعه عندي قطع صغيرة بعد بقى لما هقطعه هقدمه عندي في القشرة بتاعت البرتقونة بعد كده بقى هجيب عندي موزة وقطعها كده بالشكل ده بجيب عندي بعد كده فراولة وقطع كده الجزء اللي فوق ده وقطعها برضو بالشكل ده كده بعد كده بقى هجيب عندي برتقونة تانية هقطعها عندي كده طرنشاط اقطع كده الجزءين اللي تحت دول معايا بعد كده بقى هاشترها كده نزم القشرة تكون طالع معايا بالشكل ده ما يبقاش فيها خالص اي جزء من اللب يده خالص هقسمها نصين بالشكل ده بعد كده بقى هقطعها عندي كده شرائح رفيعة بالشكل ده السكينة هنا اللي انا مستخدمها سكينة المشرشرة بتكون سهلة جدا في التقطيع بجيب بعد كده بقى الطبق بتاع التقديم بحط كده في المص البرتقانة وبرص بقى حواليها كده الموز بالشكل ده لو جالك بقى او يضيف تقدمها بقى بالشكل ده مع الشوكة كده بتبقى سهلة جدا بقى في الاكل او بردول الاولاد في البيت هرص بقى كده شرائح البرتقان على عرف الطبق كده بقى بعد كده هجيب عندي بقى فراولاية واقسمها كده نصين وقطها كده رفاية معايا كده بالطول بالشكل ده كده بعد كده بقى برصها عندي كده على البرتقان بتكسر معايا اللون الاصفر كده بتبقي تبع شكل الطبق النهائي قريقة سهلة وبسيطة جدا إن شاء الله تكون عجبتك ترجمة نانسي قنقر